جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة هذا عنواننا الكبير وهذا هو الجزء الأول جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة إنها جريمة مزدوجة شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما نظرياً وعملياً باستعمال كل الأساليب من الترغيب إلى الترهيب وما بينهما من التجهيل والتثويل وطمر العقل بالخراء بالخراء الفكري وطمر العقل بالخراء وصناعة الغباء وووو إنها جريمة مزدوجة وسأحدثكم عن تفاصيل هذه الجريمة في هذه الحلقات لكنني أتمنى أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا الحقائق معي شيئاً فشيئاً والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما إنني أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالسيستاني وأمثاله والذين سيأتون من بعده التحريف الديني والتزييف العقائدي مع الإصرار عليهما نظرياً وعملياً باستعمال كل الأساليب من الترغيب إلى الترهيب وما بينهما من التجهيل والتثويل وطمر العقل بالخراء وصناعة الغباء و و و وشقها الثاني الشق الثاني لهذه الجريمة المزدوجة وشقها الثاني محاربة برنامج العترة للعترة برنامج يمكنني أن أعنونه وعنونه هندسة العترة لحفظ الدين وسيأتينا البيان والشرح لهذا البرنامج برنامج العترة هندسة العترة لحفظ الدين الشق الثاني الشق الثاني من الجريمة الكبرى للمراجع الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة محاربة برنامج العترة بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية تحت عنوان شيطاني مزيف المحافظة على مذهب أهل البيت هذا هو العنوان الذي ضحك به على أجدادنا وأبائنا وضحك به علينا أيضا محاربة برنامج العترة بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية تحت عنوان شيطاني مزيف المحافظة على مذهب أهل البيت إنه المذهب الشيطاني الطوسي نفسه ولا شيء وراء ذلك نوم يحافظون على هذا المذهب الشيطاني النجس فأهل البيت ما عندهم من مذهب أهل البيت دينهم واحد إنه دين محمد صلى الله عليه وآله شرق الناس غرب الناس قالوا ما قالوا الدين واحد هو دين محمد وهو دين الكتاب والعترة إنه دين صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه صار واضحا عنوان حلقاتنا هذه الجريمة الكبرى للمراجع الطوسيين ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالسيستاني والذين معه في زمانه والذين سيأتون من بعدهم إنها الجريمة الكبرى بحق دين العترة الطاهرة هي جريمة مزدوجة ما بين تحريف الدين ومحاربة برنامج العترة الطاهرة هندسة العترة لحفظ الدين قبل أن أتوغل في تفاصيل هذه الجريمة لابد من مقدمة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل ستكون المقدمة حكاية التحريف حكاية قديمة في هذه المقدمة سأضع بين عيديكم عرضا إجماليا لأهم مقاطع التحريف الديني عبر تأريخ البشرية أنا لا أريد أن أتحدث عن كل تحريف حكاية التحريف قديمة واسعة عريضة مفصلة إنما سأشير إلى أهم المقاطع التحريفية التي أثرت في واقعنا الديني العقائدي بدرجة وبأخرى فحينما أحدثكم عن التحريف الطوسي سيكون هذا التحريف جزءا من سلسلة طويلة البداية من التحريف الإبليسي قبل أن أحدثكم عن التحريف الإبليسي كلمة التحريف تعني الإمالة حرف الشيء مال به مال به عن اتجاهه الأصيل هذا هو التحريف حرف الأمر أماله أخرجه عن مساره الصحيح وذهب به إلى مسار آخر التحريف الإبليسي بدأ التحريف عند إبليس من مرحلة السجود صدر الأمر من الله أن يكون السجود لأبينا آدم إبليس حرف السجود إلى جهة أخرى يريد أن يسجد لله بنحو مباشر هذا هو التحريف أنه أخرج السجود من مساره الصحيح إلى مسار هو ابتدعه هو اختاره بغض النظر عن نيته وعن قصده الذي جرى على أرض الواقع أن إبليس أخرج السجود المرضي عند الله من مساره الصحيح ووضعه في مسار خاطئ وإن كان سجود إبليس كما يقول لله سبحانه وتعالى ولذا فإن الله لعنه وطرده وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت من هنا بدأ التحريف هذا هو أصل التحريف لما نزل إبليس إلى الأرض بدأ برنامجه التحريفية في أرضنا هذا سأمر على نصوص الكتاب وعلى أحاديث المعصومين وكلماتهم كي أستعرض معكم بنحو إجمالي البرنامج الإبليسية في التحريف في سورة الحجر في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها قال ربي من الذي قال إنه إبليس اللعين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض فإن الله لم يكن قد أغوى إبليس إبليس هو الذي يقول هذا أمر الله كان واضحا للملائكة ولإبليس أمرهم بالسجود لأبينا آدم وبين لهم الحكمة من ذلك إبليس هو الذي حرف الموضوع وأخرجه من مساره الصحيح لكنه هو الذي يقول كلام إبليس مثل ما نقله القرآن قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم إنه يزين القبيح هذا هو التحريف إنه يجعل الشر خيرا في أعينهم أو أنهم يعرفونه شرا لكنهم يرون الشر نافعا له لا يدركون مدى الإضرار الذي سيلحقه الشر بهم ليس في الدنيا الدنيا مؤقتة وإنما ما بعد الدنيا الحياة الطويلة ما بعد الدنيا إلا أن برنامج إبليس هكذا يتحرك في الأرض قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخسوم هذه الكلمة تلخص لنا البرنامج الإبليسية في تحريف الدين وتزييف العقيدة قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ويأتي التفصيل في سورة الإسراء في الآية الثانية والستين بعد البسملة وما بعدها قال الذي يقول إبليس اللعين أيضا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إنه يشير إلى أبينا آدم أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة لأحتنكن ذريته إلا قليلا واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة هذا هو التحريف وما يعدهم الشيطان إلا غرورة مواعيد التغرير مواعيد التغرير هي مواعيد التحريف هذه الآيات نماذج مما حدثنا القرآن عن برنامج إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي يتحرك هذا البرنامج عبر المضامين التي وردت في أدعية وزيارات العترة الطاهرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنها مناجات الشاكين المروية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه مما جاء فيها إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يهويني قد ملأ بالوسواس صدري هذه الكلمات تتحدث عن المنظومة الإبليسية عن البرنامج الإبليسي عن فعل إبليس في هذا الإنسان إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا هذا هو التزين الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في الآيات الكريمة قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة المضامين واضحة وواضحة جدا من مناجاة الشاكين إلى أدعية شهر رمضان إنها الأدعية النهارية مما جاء فيها اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه أعذني في شهر رمضان وأعذني فيه وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده هذه أساليبه في التواصل مع الآدميين في التواصل معي ومعكم ولهذا السبب نحن نحتاج المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كي يكون حرزا آمنا لنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته كل عنوان من هذه العناوين له بيانه وله وسائله وآلاته وطريقته عند شياطين الجن وعند شياطين الإنس أيضا ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده كل هذا لأجل أن يسير الإنسان في الطريق المحرف لأجل أن يتمسك بدين محرف وعقيدة مزيفة هذا هو برنامج إبليس ونقرأ أيضا ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي في زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في دعائها اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه هذا واقع الحياة الدنيوية ويتأكد هذا في زمان الغيبة الثانية الغيبة الطويلة أنا لا أتحدث عن جميع الناس في كرتنا الأرضية أتحدث عن مشكلتنا نحن الذين نقول إننا شيعة للحجة بن الحسن صلوات الله عليه وقد عشش إبليس وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض ادخلوا إلى عالم الإنترنت وستعرفون مضمونة هذه الكلمة بشكل واضح وقطعي وبين وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض وأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه هذا هو برنامجه برنامجه التحرير وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه أولاده أولاده الذين هم من صلبه من صلب إبليس أولاده من شياطين الجن من أتباعه وأولاده الذين شارك في إيجادهم وشاركهم في الأموال والأولاد من بني البشر أولاده الذين أنتجتهم فتاوى التلقيه الصناعي القائمة تطول تطول فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هذا هو البرنامج الإبليسي التحريفي لتحريف الدين وتزييف العقيدة البرنامج البرنامج شغال ليلا ونهارا وكل هذه المؤسسات التي أشار إليها الدعاء الشريف تشتغل بهمة عالية تتواصل جهودها خصوصاً خصوصاً حينما يكون حديثنا عن المؤسسات الدينية في العالم لكل الأديان لا أتحدث عن دين بعينه فإن المؤسسات الدينية في كل أنحاء العالم تمثل أعشاش إبليس حينما يقول الدعاء وقد عشش وكثرت جنوده جنوده رجال الدين وأعشاشه المؤسسات الدينية في كل الأديان إلا أن أقبحها وأقذرها أتحدث عن أقبح الأعشاش وعن أقذر الأعشاش إنها المؤسسة الدينية الطوسية هذه ألعنوا أعشاش إبليس وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض وماذا فعلوا فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه نذهب إلى فاصل نهج البلاغة الشريف هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة من خطبته صلوات الله عليه التي رقمت بالرقم السابع أمير المؤمنين يحدثنا عن أولياء الشيطان فيقول اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً لأمرهم ملاكاً لأمرهم أساساً لأمرهم قواماً قوام أمرهم البرنامج الشيطاني في تحريف الدين وتزييف العقيدة هذه القضية واضحة في كل الأديان والمذاهب الذي يريد دراسة الأديان بشكل عام ودراسة المذاهب في أجواء المسلمين إذا أراد دراسة الأديان ودراسة المذاهب بعيداً عن الترهات والخرافات وبعيداً عن التعصب الموروث من الأجداد والآباء وبعيداً عن المصالح الدنيوية الشخصية فإنه سيجد هذه الحقيقة واضحة في كل أديان الأرض في الأديان التي يقال عنها من أنها سماوية وفي الأديان التي صنعها أبناء الأرض فإن الشيطان في برنامجه التحريفي هو الأساس لكل هذه التجمعات قلت قلت هذه التجمعات أم كثرت اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً فباض وفرخ في صدورهم علاقة حميمة هؤلاء هم الأعشاش وعشش أين عشش الشيطان عشش هنا في هذه الصدور فباض وفرخ في صدورهم ألا تلاحظون أن الآيات والأدعية والزيارات والخطبة المعصومية تتحرك باتجاه واحد وتسبك بسبك مميز مشخص متوحد في الدلالة والمضمون والمعنى اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم هذه المؤسسات الدينية في العالم وأقبحها وأقذرها المؤسسة الدينية الطوسية القذرة مؤسسة النجف وكربلاء اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزينا لهم الخطن هذا هو التحريف مصاديق التحريف واضحة واضحة في كل هذه المضامين فنظر بأعينهم هذه العيون نظرها نظر محرف نظر شيطاني ونطق بألسنته هذا المنطق منطق شيطاني منطق محرف هناك ناطقان ناطق ينطق عن الله فمن أصغى إليه فقد عبد الله وهناك ناطق ينطق عن الشيطان فمن أصغى إليه فقد عبد الشيطان الناطق عن الله محمد وآل محمد ليس أنا ولا أنتم نحن إذا ما نطقنا فإننا ننقل عنهم الناطق عن الله محمد وآل محمد فأنا وأمثالي وأنتم وأمثالكم لا نمتلك علاقة مباشرة مع الله حتى نستطيع أن ننطق عنه الذين يمتلكون علاقة مباشرة مع الله هم الذين مدحهم القرآن وما ذمهم الصحابة مدح وذم نساء النبي مدح وذم القرب هم الذين مدح ولم يذم هؤلاء هم الذين يمتلكون الأهلية أن يتواصلوا مع الله بشكل مباشر وأن ينطق عن الله فهناك ناطق ينطق عن الله من استمع إليه فقد عبد الله وهناك ناطق ينطق عن الشيطان هؤلاء هم إنها المؤسسات الدينية والفضائيات الدينية إنهم مراجع الدين هؤلاء هم الذين اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم لو لم يكن هكذا لماذا أعرضوا عن تفسير العترة لقرآنهم لو لم يكن هكذا لماذا نقض بيعة الغدير لو لم يكن هكذا لماذا يسرقون الشيعة باسم صاحب الأمر وصاحب الأمر حكمه مختلف عن الذي خدع الشيعة به وضللوهم لماذا ولماذا ولماذا إنها علائم تشير إلى أنهم هؤلاء هم أعشاش إبليس فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعلا قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه وهذه العبارة تلخص البرنامج الإبليسية في تحريف الدين وتزييف العقيدة ونطق بالباطل على لسانه هذا هو تحريف الدين وتزييف العقائد في الصفحة الثامنة والسبعين من نهج البلاغة الشريف بحسب الطبعة التي أشرت إليها أمير المؤمنين من خطبته السابعة والثمانين يتحدث عن علماء الشيطان الذين جعلوا حياتهم في خدمة الشيطان وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم هو تسمى والناس صفقوا له وأعتقد من أنني عرضت الكثير من هؤلاء في برامجي وكشفت لكم حقيقتهم ووضعت ووضعت من وضعت منهم في سنار القمر المركزي وآخر قد تسمى عالما وليس به وما هو بعالم فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال من الذين سبقوه أو من الذين يعاصرونه فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور هذا هو التحريف حبائل الغرور وقول الزور هذا هو التحريف قد حمل الكتاب على آرائه هذا هو التحريف ما لا بمضمون الكتاب عن مساره الصحيح في تفسير العترة ما لا به إلى مسار التحريف قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه هذا هو التحريف يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء ويستمر أمير المؤمنين كي يبين لنا لماذا صار هذا الإنسان حيوانا لماذا صار هذا الإنسان الحي ميتا فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء فأين تذهبون فأين تذهبون يا أيها الذين تقولون نحن شيعة لعلي فأين تذهبون فأين تذهبون وأن تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق هذه ألسنة الحقيقة هذه الألسنة المنزهة عن التحريف وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف لنا ذلك إن لم نكون أوفياء ببيعة الغدير كي نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وإلا كيف سننزلهم هذه المنازل فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هم يقولون لنا إمامنا الصادق هو الذي أخبرنا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتان علينا أن نعرف أمرهم من القرآن ولكن وفقا للمنهج التحريفي الذي حرف مضامين القرآن بحسب تفاسير سقيفة بن ساعد وتفاسير سقيفة بن طوس فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش المنهج الطوسي في حوزة النجف وكربل يتناقض بدرجة كاملة مع ما يقوله أمير المؤمنين وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم الأبل لا أريد أن أقف عند كلمة أمير المؤمنين كي أشرحها فقد شرحتها في العديد من البرامج السابقة بالإجمال فإن الإمامة يتحدث عن عطش الإبل الشديد وعن تدافع الإبل على منابع الماء بسبب عطشها وردوهم ورود الهيم العطاش المنهج الطوسي يتناقض مع هذا المبدأ تناقضا كاملا ولذا فإن المراجع الطوسيين سود الله تعالى وجوههم هكذا يقولون من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة أو ممن له ثبات تام في معرفتهم هذا الكلام يعتقدون به وجئت بكتبهم ومصادرهم في الحلقات المتقدمة وقرأت ما قرأت من قذاراتهم وأوساخهم ونجاساتهم العقائدية فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أعتقد أن المضامين واضحة الذين يخالفون هذا المنهج هم الذين قال عنهم أمير المؤمنين فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء صورة تتعاضد مع هذا المضمون وبنحو شديد وأكيد ما جاء في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران رواية طويلة مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الكلام يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الوقت يجري سريعا ولا أجد وقتا للتفصيل وقد قرأت هذه الرواية ووقفت عندها طويلا في برامج السابقة عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه وهو يحدث زائد من أصحابه يحدثه بحديث رسول الله من أن رسول الله هكذا حدث أهل بيته أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم الرواية طويلة تبدأ من الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين وتنتهي عند صفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين الرواية طويلة أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في اليوم الذي قتل فيه الحسين في عاشراء في السنة الحادية والستين من الهجرة أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا بعد مقتل الحسين يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته إنها مسيرة احتفالية بهذه المناسبة فإن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة هذا هو الذي كنا نطلبه منهم قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار ولذا في أحاديثنا من أن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين إلا الذين لجأوا إلى فناء إمامنا السجاد وذكرت الروايات أسماءهم مثل ما حدث بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاده مسموما قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة بالعترة الطاهرة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم بتشكيك الناس في العترة الطاهرة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف هذه لقطة واضحة جدا تتعانق مع المضمون الذي مر علينا ماذا قال أمير المؤمنين وهو يعطينا علاجا ناجعا للخلاص من المنهج الإبليسي في تحريف الدين وتزييف العقيدة أن ننزل العترة أحسن منازلهم في القرآن وأن نردهم ورود ألهيم العطاش وهذا هو الذي فعله أنصار الحسين أما المنهج الطوسي الحوزوي النجفي الكربلائي القذر النجس فإنه يقول لنا لا يشترط في مرجع التقليد من أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة هذا هو دين الطوسي وأتباعه هذا هو المذهب الطوسي القذر في أوضح صوره نذهب إلى فاصل في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة السادسة والستين بعد الثلاثمئة إنه الحديث السبعون بعد المئتين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة في الصفحة السابعة والستين بعد الثلاثمئة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله هذه عنوين عنوين العلاقة بمحمد وآل محمد فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات إنها معركة فيما بين الإنسان وإبليس ولذا يقال لموضع الصلاة محراب لأنه ساحة حرب فيما بين الإنسان وإبليس فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات وإن زال العبد عن ذلك زال عن الصلة الصحيحة مع محمد وآل محمد وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه إن دملت جراحات إبليس لقد شفي إبليس من جراحاته إن دملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى حتى يلجمه إنه يحتنكه هذا هو الاحتناك من مصاديق الاحتناك مرت علينا الآيات من أن إبليس يحتنك الآدميين من مصاديق الاحتناك هو هذا حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه إنه يتخذه دابة يتخذه حمارة ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه ويقول لأصحابه أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا حينما كان على رابطة صحيحة بإمام زمانه بمحمد وآل محمد أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا من صغار الشياطين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه سخنة عينه هذا التعبير يشير إلى جراحاته يشير إلى أوجاعه يشير إلى آلامه فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أخفيتكم بعض مردته إنه يأمر أعوانه وأتباعه وشياطينه أن يتخذوا منكم حميرا لا حاجة للكلام الكثير أعتقد أن الوثيقة الدخية تختصر الكلام ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابا ما توصل للنوبيرية قال توصل وإطمئنن تركبهم يعني بش إشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتباع خمسة قال يلمستعجب موش دراحة قلنا تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تركب خلاغة أغميشيني جميع تبقوا لهم وكأن حالة أسماء فقوش ديخ تعرفي فقوش ونص عبارة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عرضة قال تركب مثل وما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا الواقع الشيعة رجاء أعيدوا بثها مرة ثانية كي يتأكد المشاهدون من حالهم ومن أنهم جزء من برنامج التحريف والتزييف الإبليسي مرد أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابل ما توصل للنوب إلي قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أرخبت خمسة قال لي مستعجب مش درعب إلي تركب يعني خلاغة أهمي شيني كما تقول خلاغة أهمي جميع تبقوا لأ فكان حالة أسماء فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباطل كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نار وغاية ديخ ومش التحريف الإبليسي حدثنا القرآن عنه وحدثنا أئمتنا المعصومون صلوات الله عليهم وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من النصوص الواضحة التي أخبرتنا عن هذا البرنامج الخطير اللعين القرآن أيضا حدثنا عن مقطع مهم من مقاطع التحريف في تأريخ البشرية وفي تأريخ الأديان السماوية وفي تأريخ منطقة الشرق الأوسط في تأريخ منطقة الظهور تحريف اليهود تحريف اليهود تحدث القرآن عنه كثيرا ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فهذا الموضوع بحاجة إلى العديد من الحلقات الطويلة المفصلة إلا أنني أجمل الكلام بما سأقرأ عليكم من آيات من الكتاب الكريم تخبرنا عن تحريف اليهود في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المائدة مما جاء فيها في الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود تحديدا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية نقض المواثيق بداية برنامج التحريف وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي حينما نقضت بيعة الغدير بدأ التحريف ينتشر انتشارا واسعا في واقعنا الشيعي الديني فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وماذا بعد يا أيها القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا نوع من أنواع التحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة يحرفون الكلمة عن مواضعه في الآية الحادية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة نفسها مما جاء مما جاء فيها وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا الحديث عن اليهود وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَعُّهُمَهُمْ أَزْلِيstoneَهُ and سَمَّاعُونَ لِيْثَبِبِي سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخرين لم يأتوك لم يأتوك يا رسولَ الله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الذي مر علينا قبل قليل يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا نوع من أنواع التحريف لا أريد أن أدخل في التفاصيل مثل ما قلت لكم قبل قليل العرض عرض إجمالي لأن المطالب هذه بحاجة إلى بسط في القول وتوسعة في الحديث المقام لا يسمح بذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه وهنا في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه هذا نوع آخر من أنواع التحريف اليهود حرفوا بأساليب قد لا تخطروا في ذهن الإنسان إلا إذا كان قد امتزج امتزاجا واضحا بالبرنامج الإبليسي لو كان المقام منعقدا للحديث عن أساليب اليهود في التحريف لبينت لكم ربما تحدثت عن شيء من هذا في برامج السابقة إذا ما وجدت فرصة سأعود إلى هذا الموضوع في سورة البقرة في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا تحريف ممنهج مخطط له مقصود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة وما بعدها من سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله تلاحظون أن القرآن تحدث عن العديد من أساليب اليهود في التحريف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وفي سورة آل عمران في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة وإن منهم من مني إسرائيل من اليهود والحديث هنا عن يهود المدينة عن يهود يثرب وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يفترون آيات ويقولون هذه الآيات من التوراة وليس في التوراة منها لا من عين ولها من أثر ليس هناك من حرف من حروف هذه الآيات في التوراة آيات مكذوبة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هناك تحريف على مستوى اللسان وهناك تحريف على مستوى الكتاب وهناك تحريف على مستوى القراءة في الكتاب قلت لكم إن اليهود مارسوا كل الأساليب في التحريف والكلام لا ينحصر عند هذه الأمثلة الكلام طويل طويل بخصوص تحريف بني إسرائيل وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بالضبط مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة جنحوا مالوا حرفوا هذا هو التحريف التحريف هو الميل هو الخروج من المسار الصحيح إلى مسار الضلال مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنهم يعلمون ولكنهم شياطين يظهرون هذا الحال كأنهم لا يعلمون هل يضحكون على إمام زمانه الذي هو عالم بكل شيء أم يضحكون على أنفسهم وهم أعرفوا الناس بأنفسه إنهم يضحكون على الحمير من أتباعهم هذه هي الحقيقة من الآخر وقد عرضت قبل قليل عليكم الوثيقة الدخية ولذا عرضتها مرتين لأن الحقيقة العملية في الواقع الشيعي واضحة أمام أعيننا وأمام أعينكم إلا أنكم لا تشعرون بها هذه هي المشكلة في واقعنا الشيعي ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون هؤلاء هم مراجع الدين عند اليهود عند النصارى عند السنة عند الشيعة في سورة التوبة في الآية الحادية والثلاثين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله اتخذوا أحبارهم إنهم اليهود ورهبانهم إنهم النصارى أرباباً من دون الله الأمر هو هو عند السنة عند الشيعة وعند سائر الأديان ماذا يريدون هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كيف يطفئون نور الله بأفواههم بالتحريف بتحريف الدين وتزييف العقيدة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلى أن تقول الآيات يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل هذا المضمون ينطبق على مراجع الشيعة بنحو أقوى مما عليه مراجع السنة لأن مراجع الشيعة متخصصون بالسرقة ونهب أموال الشيعة هؤلاء لصوص بتمام معنى هذه الكلمة ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني والذين معه والذين سيأتون من بعدهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله إلى سبيل الشيطان إنه المنهج التحريفي يصدون الناس عن سبيل الله من خلال فضائياتهم من خلال حوزاتهم من خلال رسائلهم العملية من خلال بياناتهم من خلال دروسهم من خلال كتبهم من خلال أحاديثهم من خلال وكلائهم من خلال مواقعهم الألكترونية من خلال أولادهم أصهارهم تلامذتهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله هؤلاء هم الذين جاء وصفهم في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذا البيان جاء بعد ذكر قصة بلعم بن باعورة إنه المرجع الكلب قطعا مراجع النجف وكربلاء لا يمكن أن نقايسهم بعلو شأن بلعم بلعم لأن بلعم هذا كان من أصحاب السر ومن علماء علم الإسم الأعظم القرآن هكذا يقول عنه في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي الغاوون هم الذين ساروا في المسار التحريفي مرت علينا الآيات والروايات والأدعية والزيارات في هذا الاتجاه فمثله هذا هو المرجع الكلب فمثله كمثل الكلب هذا صنف من أصنافي مراجع المنهج التحريفي منهج تحريف الدين وتزييف العقيدة وصنف آخر صنف الحمير كما جاء في سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الآية ضربت لنا مصداقا من هذه الأمة إنهم الصحابة الصحابة بحسب سورة الجمعة في آخر آية منها إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة عدد قليل بقي مع النبي والنبي كان يخطب فيهم فهذا هو العلم الذي كان يقدمه رسول الله للصحابة لكن هؤلاء الحمير تركوه وخرجوا كي يتفرجوا على رقص الراقصين والراقصات كي يشنف أسماعهم بأغاني العبيد والجوار وتركوا رسول الله قائما يخطب في المسجد هذا المصداق في الاستحمار أوضح بكثير من ما جاء في الآية نفسها الآية هكذا قالت مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحديث عن علماء اليهود علماء اليهود لا يشكلون أكثر أمة اليهود يشكلون جزءا من أمة اليهود أما هؤلاء الصحاب بحسب البخاري لم يبق مع النبي إلا اثنى عشر من الصحابة إلا اثنى عشر من الصحابة وبحسب رواياتنا فإن العدد في مناسبات أخرى في جمع أخرى كان أقل بكثير حتى وصل في بعض المناسبات لم يبقى مع رسول الله إلا أمير المؤمنين في بعض الروايات التي عندنا وهذا ما هو بغريب لأن أمير المؤمنين على طول الخط يتميز بموقف لا يشاركه بقية الصحابة فيه لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل هذا المصداق مصداق واضح وهو أوضح مما ذكر بخصوص بني إسرائيل لأن علماء اليهود يشكلون جزءا صغيرا من أمة اليهود بينما صحابة النبي يشكلون جزءا كبيرا من أمة النبي دين السنة مأخوذ من هؤلاء الصحابة الحمير هؤلاء حمير يتركون رسول الله ويخرجون كي يتفرج على الرقص والغناء في يوم الجمعة وفي صلاة يوم الجمعة هذه ما هي حكاية يحدثنا بها الطبري يمكننا أن نناقش فيها هذه آية من الذكر الحكيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها وتركوك قائمة وبحسب البخاري بحسب البخاري لم يبق في المسجد إلا إثنى عشر رجلا هذه أمة الحمير وهؤلاء الصحابة الحمير بحسب سورة الجمعة هذا الكلام ليس من عندي هذا كلام القرآن ومنطق القرآن نذهب إلى فصل تحريف النصارى إنه استمرار لتحريف اليهود وإن كان تحريف اليهود له خصوصية لسعته ولعمقه ولأنهم فتحوا بابا من التحريف استمر عليه النصارى من بعدهم بحسب القرآن فإن عيسى المسيح أنزل الله عليه الإنجيل لو سألنا النصارى في زماننا هل هناك من إنجيل لعيسى المسيح سيضحكون علينا فلا يوجد عندهم من إنجيل للمسيح هناك إنجيل يقال له إنجيل يسوع من الأناجيل المكذوبة بحسب معتقداتهم الكتاب الذي يسمى بالإنجيل والذي يسمى بكتاب العهد الجديد كتابهم المقدس ليس إنجيلا واحدا إنما يشتمل على أربعة أناجيل وأشياء أخرى هناك العديد من الأسفار تضاف إلى الأناجيل الأربعة وهذه الأناجيل نزل بها الروح القدس من بعد عيسى على بعض القديسين عندهم في أزمنة مختلفة تحريف كامل في منظومة الدين لا أريد أن أتحدث عن تحريف النصارى أعتقد أنني في الحلقات الماضية حدثتكم عن أنثلة فيما يرتبط بحكم الخنزير وحكم الخمر وأمور أخرى وكيف أنها حرفت القضية لا تقف عند هذه الأمثلة المحدودة المنظومة الدينية حرفت بالكامل فمن عيسى النبي صار عيسى ابن لله وصار إلها إلى بقية ما تفرع عن عقيدتهم هذه إذن هناك التحريف الإبليسي وهناك التحريف اليهودي وهناك التحريف المسيحي وتحدث القرآن عن التحريف المسيحي لكنني لا أجد وقتا كي أتناول الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع كل أنواع التحريف هذه تركت أثرها في الحياة الإنسانية عموما وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا وفي حياة المسلمين بشكل خاص جاءنا بعد ذلك التحريف الرابع وهو تحريف السقيفة بني ساعد وهو التحريف الأكبر في تعريخ المسلمين تحريف في جميع الاتجاهات لن أتحدث طويلا بخصوص تحريف السقيفة بني ساعد لأنني سأعود إلى هذا الموضوع في قادم الحلقات لكنني أضرب لكم مثالا واضحا وواضحا جدا المسلمون بايعوا علي في غدير خم أبو بكر وعمر وعثمان بايعوا حاليا في غدير خم ولكن بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين يوما بعد بيعة الغدير انقلبوا على دين رسول الله فحرفوا الأمر فحرفت بيعة الغدير إلى بيعة السقيفة وحرف خليفة رسول الله الذي اختاره الله واختاره رسول الله وهم بايعوا بأنفسهم إنه علي حرفوه إلى أبي بكر وجاءوا ببدعتهم ببدعة الشورى التي قال عنها عمر بعد ذلك من أنها فلتة من أن بيعة أبي بكر فلتة مع أننا إذا أردنا أن نقوم بمقارنة منطقية فيما بين خلافة أبي بكر وخلافة عمر فإن خلافة أبي بكر كانت أكثر منطقية من جهة بيعته عبر الشورى كما يدعون عمر كيف صار خليفة الفلتة هنا أقوى أبو بكر بين الموت والحياة نصب الخليفة عمر بكتاب كتبه عثمان من دون أن يملي أبو بكر على عثمان شيئا حين أصابته الإغماء كما هو مذكور في تأريخ الطبر وغيره فكتب ما كتب عثمان فإذا أردنا أن نقايس بقياس منطقي فيما بين بيعة أبي بكر وبيعة عمر وتنصيب عمر فإن بيعة أبي بكر أكثر منطقية على الأقل حدث هناك نقاش وكما يدعونهم نذهب إلى فاصل ولما قتل عمر وجاءنا ببدعة الشورى التي ما هي بشورى هذه التي تعرف بالشورى العمرية جعل الأمر في مجموعة أشخاص وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة ونصب الخليفة عثمان وهي فلتة أيضا كل هذا تحريف عن المسار الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة هذا هو التحريف في نهج البلاغة الشريف في الطبعة نفسها إنها الخطبة الثالثة الخطبة المعروفة بالشخشقية في الصفحة الرابعة بعد العاشرة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل أما والله لقد تقمصها المطبوع هنا فلان هذا تحريف أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة تقمصها ابن أبي قحافة التقمص عملية تحريف جعل الخلافة قميصا والخلافة ما هي بقميص ما هي بأمر ظاهري الخلافة كفاءة تعتمد على علم على علم في العقل وعلى بصيرة في القلب وعلى طهارة في النفس فالخلافة ما هي بأمر ظاهري يدعيه من يدعيه هذا أمر إلهي مرتبط بما يريده الله وما يريده رسول الله أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة هذا هو التحريف بعينه التقمص مصداق واضح من مصاديق التحريف هذا هو التحريف الديني وتزيف العقائد هكذا جرت الأمور وهكذا جرى برنامج التحريف ابتداء من تحريف مقصد السجود قبل أن نزول إلى الأرض قبل نزول أبينا آدم وأمنا حواء ونزول إبليس إلى الأرض حدث التحريف هناك ولما نزل إبليس إلى الأرض بدأ ببرنامجه التحريفي والتزيفي ومر علينا الكلام بخصوص البرنامج الإبليسي الذي لا زال مستمرا وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص إلى يوم ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه حيث يبدأ برنامج إمام زماننا في تجفيف منابع الضلال الإبليسي شيئا فشيئا التحريف اليهودي جزء من البرنامج الإبليسي التحريف المسيحي جزء من البرنامج الإبليسي تحريف سقيفة بني ساعد جزء من البرنامج الإبليسي هناك تحريف خامس التحريف الخامس هو تحريف الغلات والفرق الباطنية هذا هذا التحريف بدأت بداياته منذ زمان خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حين تحرك ابن سبع وبدأ البرنامج السبعي الشيطاني يتحرك شيئا فشيئا عبد الله ابن سبع شخصية حقيقية لكما يقولون لكم مرتضى العسكري الخوئ والذين على هذا المنهج السخيف هؤلاء يقولون من أنه شخصية وهمية عبد الله ابن سبع شخصية حقيقية لكما يضحك عليكم الوائلي وأمثال الوائلي عبد الله ابن سبع شخصية حقيقية وبدأ برنامجه السبعي الضال أيام خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من هنا بدأ التحريف عبر المجموعة الكيسانية بعد ذلك أخطر وأقبح وأوسع وأعمق معاني معاني التحريف عند الغلاة والفرق الباطنية وهي فرق كثيرة أنا لست بصدد تغطية الموضوع من جميع اتجاهاته إنه عرض إجمالي مثل ما بيّنت لكم في أول الحلقة لذا سأشير إلى أكثر المجموعات تحريفاً إنها المجموعات التي حرفت الدين ثم حرفت ما حرفته وبعد ذلك حرفت ما حرفت من تحريف المحرف إنه تراكم في التحريف الخطابيون لعنة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم النصيريون الإسماعيليون هذه المجموعات هي أكثر المجموعات تحريفاً من الغلات والفرق الباطنية الخطابيون النصيريون الإسماعيليون وأكثر مجموعة من الإسماعيليين تحريفاً المجموعة الدرزية الدروس الدروس هم أكثر المجموعات الإسماعيلية تحريفاً لقد حرفوا وحرفوا ما حرفوا وحرفوا الذي حرفوه بعد أن حرفوه فجاءت تحريف متراكباً ومتراكماً حتى صار تحريفاً معقداً حتى صار تحريفاً معقداً إلى الحد الذي لا يستطيعون أن يتحدث بشيء منه إلى يومنا هذا والدروس يظهرون أنهم مسلمون والدروس ما هم بمسلمين لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد أكثر الناس عداءً للإسلام ولرسول الله وآل رسول الله هم الدروس سأحدثكم عن عقيدة الدروس في الحلقات القادمة كي تعرفوا ماذا جرى في واقع هذه الأمة من ألوان وأصناف التحريف إذن هذا المستوى الخامس المقطع الخامس من مقاطع التحريف الغلات والفرق الباطنية وألعنهم في التحريف الخطابيون والنصيريون والخطابيون ألعنوا من النصيريين الخطابيون والنصيريون والإسماعليون وألعنوا الإسماعليين في التحريف هم الدروس المستوى السادس من مستويات التحريف إنه تحريف المقصرة والبترية التحريف الإبليسي بدأ من مرحلة السجود وبعد ذلك حينما نزل إبليس إلى الأرض بدأ برنامجه التحريفية والتزييفي وهو مستمر إلى يومنا هذا وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص التحريف اليهودي منذ أيامهم القديمة وإلى زماننا وسيبقى إلى يوم الخلاص التحريف المسيحي كذلك منذ أن رفع عيسى المسيح وبدأ التحريف في دينه منذ أن رفع إلى السماء وسيبقى مستمرا إلى يوم الخلاص الأمر كذلك في تحريف سقيفة بني ساعدة منذ سقيفة بني ساعدة واستمر التحريف إلى يومنا هذا وإلى يوم الخلاص الكلام هو هو عن الغلات والفرق الباطنية الكلام كذلك عن المقصرة والبترية هذا التحريف ظهر بشكل واضح ورسمي بعد انتهاء الغيبة الأولى وأبرز مصاديق هذا التحريف ابن الجنيت البغدادي الإسكافي البغدادي الذي هو أول مرجع رسميا عند الشيعة بعد انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية وقد حدثتكم عن ابن الجنيدي في حلقات سابقة من هذا البرنامج فلا أريد أن أقف عند ابن الجنيدي هنا إنما أشرت إليه على سبيل المثال والأنموذج الغيبة الأولى انتهت في شهر شعبان سنة 329 للهجرة فبدأنا في مرحلة تحريف المقصرة والبترية العنوان الأبرز والأوضح هو ابن الجنيت والذين جاءوا من بعده على منهجه استمر الحال هذا إلى أن وصلنا إلى المقطع الزماني الذي بدأت منه مشكلتنا سنة 448 للهجرة حينما هاجر الطوسي من بغداد إلى النجاف وهناك أسس مذهبه اللعين وأسس حوزته اللعين مشكلتنا بدأت من سنة 448 صحيح أن التحريف الذي قام به المقصرة والبترية في بدايات الغيبة الثانية لازالت آثاره موجودة في المكتبة الشيعية وفي الواقع الشيعي لكنه لا يقاس بشيء ولا يوزن بشيء إذا أردنا أن نقايسه أو أن نوازنه مع التحريف الذي حدث بعد سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه اللعين وحوزته اللعينة في النجف نذهب إلى فاصل صار واضحاً لدينا الآن من أن سلسلة التحريف إبتدأت من إبليس في مرحلة السجود ثم لما نزل إلى الأرض وبدأ العمل ببرنامج تحريف الدين وتزييف العقيد ولازال هذا البرنامج مستمراً في أشد درجات نشاطه خصوصاً في زمان الغيبة الثانية منذ بداياتها وإلى الآن التحريف اليهودي التحريف المسيحي تحريف سقيفة بني ساعدة تحريف الغلات والفرق الباطنية تحريف المقصرة والبترية إلى أن وصلنا إلى أخطر أنواع التحريف إنه التحريف الطوسي ومشكلتنا هي هذه مشكلتنا ليست مع مراتب التحريف المتقدمة مشكلتنا مع التحريف الطوسي لأننا نباشره لأنه دخيل في حياتنا الدينية والدنيوية لن أطيل الكلام كثيرا بخصوص التحريف الطوسي لأنني سأفصل لكم القول فيه في قادم حلقاتنا إلا أن أن أقرب لكم الفكرة عن مدى خطره وعن مدى ضرره من خلال هذه الصورة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الصفحة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة أقرأ عليكم من زيارة الناحية المقدسة إنها الزيارة التي يزار بها سيد الشهداء والتي وردتنا من إمام زماننا صلوات الله عليه مما جاء فيها في هذه الزيارة الشريفة فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام إننا نخاطب الحسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن التحريف التحريف هو هذا وهملجوا في البغي والعدوان وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا هو حال الأمة بعد مقتل سيد الشهداء مقطع من المقاطع التي ساد فيها المنهج التحريفي بشكل واضح جدا وبنحو مضطرد في جميع الاتجاهات فالأمة بعد مقتل الحسين ارتدت هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأوا العبائرة مرة أخرى عليكم تدبروا فيها فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هؤلاء هم قتلت الحسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام الطوسيون إمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضر على الشيعة من قتلة الحسين هل تلاحظون مدى الضرر الذي ألحقه التحريف الطوسي بدين العترة الطاهرة هذه هي الجريمة الكبرى هذه الجريمة الكبرى والتي سأحدثكم عن شقيها في حلقة يوم غد وما بعدها من الحلقات القادمة فكل هذا التحريف وكل هذا التبديل والتغيير الذي جرى بعد مقتل الحسين السبب فيه قتلة الحسين أما الطوسيون فهم أضروا من قتلة الحسين ولذا فإن إمام زماننا يبدأ بهم يبدأ بمن بمن هم أضر على الأمة من قتلة الحسين بعد ذلك يعود إلى ذرار قتلة الحسين والمراد من الذرار هنا بالمعنى العقائدي وليس المراد من الذرار النسبة النسبة الجسدية النسبة الرحمية ربما يكون بعضهم كذلك لهم صلة نسبية بقتلة الحسين لكن الأحاديث حينما تتحدث عن ذرار قتلة الحسين تتحدث عن الذرار العقائديين إمام زماننا يبدأ بكذابي الشيعة وكذابو الشيعة هم الذين وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أكثر ضررا وأشد ضررا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه صار واضحا عندكم مدى الخطر الكبير والضرر العظيم الذي سببه المذهب الطوسي من خلال جريمته الكبرى في تحريف دين العترة الطاهرة وفي حربه الشديدة على برنامج العترة الطاهرة الذي عنونته لكم هندسة العترة لحفظ الدين ترجمة نانسي قنقر